السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي طلبات وطلبات صف الخامس اهلا بكم مرة تانية في الجزء التاني في درسنا التالت في وحدتنا التامنة واللي بيكلمني عن يلا بينا نبدأ بكلماتنا بس قبل ما نبتدي لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله اول كلمة معنا حبايبي يا كلمة يعني مريض يعني مستشفى يعني مزدحم يعني مزدحم يعني مريض يعني مريض يعني مشغول يعني حونا يعني مريض يعني مريض تعال نشوف حبابي يلا تصرفات الأفعال اللي موجودة معنا نبدأ بالأفعال العادية عندي لكلمة ت Steph 3 Save what i uses 3 Save 1 Save 1 Save 1 Save 2 Save 2 Save 3 Save 3 Save 3 Save 1 Save 2 Save تعالوا يا الله حبابي نجوف أهم الأكسپرشن لهم الدهالي عندنا يعني على سبيل المثال يعني بدلا من يعني يعني مفيد لي تعالوا حبابي يلا نشوف أهم البوينس اللي هو مدهالي في موضوع الدرس ده اللي هو مستشفى مميزة أو خاصة طبعا الموضوع ده عن مستشفى في الهند يعني مكان مزدحم جدا وبيعاليك المرضى يعني الناس في المستشفى ده بيروحوا مع قريبهم مع قريب كتير طبعا حبابي الطاقم اللي في المستشفى ده بيعلم أفراد الأسر اللي بتروح مع قريبهم إزاي يقدروا يغيروا بندج يعني ضموضة وإزاي كمان يدوا حؤن وده بسعيتهم أنه ما يعتنوا بأقاربهم لما يذهبوا إلى البيت تعالوا حبابي يلا على الكوز الأول نية اللي هو مدهالي على معاني الكلاب بقول لي كان في حفلة عشان كده النادي كان ايه اكيد حقول كراودد وكراودد حبابي معنى مزدحم بقول للممرضة وضعت ايه على الجرح اللي فيه رجلي اكيد حقول وضعت بندج بندج حبابي بمعنى ضموضة نمبر ثري يقول ماما خدت أخويا للمستشفى أكيد طبعا هتاخدوا المستشفى عشان سيك وسيك حبابي بمعنى مريض طبعا أنكل وأنت وكزنز حبابي كل دول بسميهم بمعنى أقارب يلا بينا حبابي نشوف موضوعنا موضوع الهوزبتال بقول لي in a hospital in Bangalore a city in southern India طبعا المدينة دي حبابي في جنوب الهند there are many patients يعني في مرضى كتير the hospital treats patients from all over the country المستشفى دي بتعالج مرضى من جميع أنحاء البلد with every patient there are about 10 family members بقول لكل مريض حبابي بيروح معه تقريبا عشرة من أعضاء الأسرة in India it's unusual for a sick person to go to the hospital alone بقول لي في الهند مش معتاد إن هو يروح لوحده أبدا المريض يروح لوحده أبدا المستشفى بيقول حبابي كلمة أنويل حبابي معناها غير صحيح فبيقول إن الأسر بتروح مع القريب التعبان this means that the hospital is often very crowded وده معناه إن المستشفى دي دايما مزدحمة and busy طبعا نفس المعنى حبابي busy and crowded بمعنى مزدحم but instead of telling family members that they can't visit their sick relatives بس بدل ما قوله حبابي ليه أقارب العيان ده أو التعبان إن هما ما يزروش قريبهم التعبان the staff at this hospital do something special بقول لي إن فريق العمل في المستشفى دي حبابي بعمل حاجة مميزة جدا they turn a problem into something wonderful بيحولوا مشكلة الازدحم دي بقى حبابي حاجة رائعة جدا they have classes to teach the family to look after the sick person بيعلموا الأسر دي إزاي يعتنوا بالشخص المريض for example على سبيل المسال some people learn how to change bandages يعني حبابي بيعلموهم إزاي يغيروا النمضات and others learn how to give injections وكمان بيعلموا بعض الناس الأخرين إن هما يعطوا each afternoon staff from the hospital turn the corridors into classrooms بيحولوا الترقات بقى حبابي اللي موجودة في المستشفى دي لفصول the nurses become teachers and the family members and sometimes even the patients become the students بقول إن الممرضات حبابي هما اللي بيبقوا المدرسين وكمان أعضاء الأسرة والناس التعبانة بيكون أو المرضى دول هما اللي بيكونوا الطلبة not only does this help the hospital staff but it also help the families ودامج بيساعد بس طاقم العمل في المستشفى ولكن كمان بيساعد الأسر بتاعة المرضى to care for the relatives when they go home عشان يعتنوا بأقاربهم لما يرجعوا البيت the staff know that the lessons work because not as many patients return to the hospital now بيعرفوا إن الخطة بتاعتهم دي بتعمل إزاي أو نكحة إزاي حبابي إن بيلاقوا المرضى دول مش عدد كتير منهم بيرجع تاني للمستشفى لإن أسرهم بتاعة تاني بيهم في البيت طبعا حبابي في صفحة 79 مديني تاني كلمة prefix prefix معنى البادئة قولنا البادئة دي حبابي يعني مجموعة من الحروب بتيجي في بداية الكلمة فبتغير لنا معنى فبقولي what's a prefix الا prefix is a set of letters مجموعة من الحروف which we add before the main word to make a new word بحطها في بداية الكلمة وتعمل لنا كلمة جديدة طبعا بقى حبابي مديني بعض البريفكسز اللي بتديني دايما العكس تديني عكس الكلمة ودي شكل IR, IL, IM, N, UN مديني حبابي امتى في الغالب بحط ال-IR وال-IL وال-IM وال-UM قال لي انا بحط ال-IR على الكلمة لما يكون الكلمة بتبتدي بحرف ال-R شكل responsible يعني مسؤول فتبق responsible يعني غير مسؤول قال لي طب بحط ال-IL امتى قال لي لما الكلمة تبتدي ب-L like legal قانوني illegal يعني غير قانوني قال لي بحط IM لما الكلمة تبتدي ب-P-R-M شكل possible impossible ممكن ومستحيل moral اخلاقي immoral غير اخلاقي طيب بحط ال-UN مع كلمات كتير جدا او موظم الكلمات شكل happy unhappy usual معتاد unusual غير معتاد will بخير unwill يعني مريض fit لائق او صحي unfit غير لائق safe آمن unsafe غير آمن طبعا هنا بقى حبابي مديني تمرين بسيط كده على الكلام ده بقول لي we can add the prefix to make the opposite of regular regular بتبتدي ب-R فحقول regular regular يعني منتظم regular يعني غير منتظم number two بقول لي the prefix makes the opposite of polite طبعا عكس polite اللي بتبتدي ب-P فحتيبقى impolite impolite حبابي معناها غير مهزم تعالى حبابي يلا نشوف general exercises اللي هو مدهالي على الدرس الثالث part two طبعا اول سؤال معنا هو سؤال listening بيقول لي each afternoon staff from hospital in india turn the corridors into classrooms يعني كل مساء هيئة العملين في المستشفى في الهند بيحولوا الممرات لفصول the nurses become teachers and the family members become the students بولي طبعا المرضين والمرداد بيصبح هما المعلمين اما الاسر وعضاء الاسر بيصبح هما الطلاب this idea help the families to care for their relatives طبعا الفكرة دي بتساعد الاسر انها تعتني باقاربهم when they go home لما بيرقعوا البيت they can change a bandage or give an injection at home تعالوا مع بعض يلا نشوف number one بولي the staff from a hospital turn the corridors into classrooms طبعا الكلام ده true number two بولي the students become teachers in hospital طبعا بقول الطلبة بيصبح معلمين حتقول لي طبعا false ليه حبيبي لان الممردين هما اللي بيصبحوا معلمين number three بولي the family members become the students طبعا بقول لي اعضاء الاسر هما اللي اصبحوا الطلاب طبعا الكلام ده true number four بولي the family can't change a bandage at home مقدروش يغيروا الضمضة في البيت طبعا الكلام ده false لانهم بعد ما يعلموهم بقدروا ان هما يغيروا اي ضمضة تعالوا مع بعض يلا نشوف السؤال التاني وهو سؤال التوصيل بقول لي there are many وطبعا حبابي طالما قال لي many باكيد الاسم اللي وراها اسم جامعة فحاكيد هقول there are many patients at the hospital يعني يوجد مرضى كتير في المستشفى number two بولي he went to يعني هو ذهب الى وطالما قال لي went to يبقى اكيد هيجيب لي وراها مكاني بحقول he went to the hospital alone يعني هو وراها المستشفى لوحده number three بولي I learned how to بقول لي انا تعلمت كيفا طبعا how to هنا هيجي وراها فعلا في المصدر فبالتالي حقول how to change bandages ازاي يغير دوما number four بولي the park is بقول لي الحضيقة مالها حبيبي اكيد the park is often very crowded يعني دايما حبيبي مزدحمة number five بولي the staff look the staff اللي ما هيئت العاملين اكيد look after patients يعني بيعتنوا بالمرضة ثاني look after patients بيعتنوا بالمرضة تعالوا حبيبي هلا نشوف سؤال القطعة بتاعنا بقول لي in a hospital in bangalore a city in southern india there are many patients the hospital treats patients from all over the country with every patient there are about ten family members in india it's unusual for a sick person to go to the hospital alone family usually go with their unwell relative this means that the hospital is often very crowded and crowded حبيبي بمعنى مزدحمة and busy but instead of telling family members that they can't visit their sick relatives the staff at this hospital are very wonderful they have classes to teach the family to look after the sick person for example some people learn how to change bandages and others learn how to give injections نفس القطعة حبيبي اللي هو مدهالي في موضوع الدرس number one bullet the tickets gives us information about a in india طبعا النص ده بيدينا معلومات عن ايه في الهند اكيد about hospital وهو hospital حبيبي بمعنى مستشفى تعال نشوف number two if a place is crowded لو في مكام مزدحم there are a people اه مكام مزدحم يعنى في ناس كتير فاكيد حقول many people number three what useful things can family members do to help their sick relatives يا ترى ايه الحاجات المفيدة اللي يقدر اعضاء الاسر يعملوها عشان يساعدوا المرضى طبعا قلنا حكتين اثنين number one change bandages يعنى يغيروا حبيبي and give injections ويدو كمان حبيبي ايه ويدو حؤن number four the first paragraph in one sentence سبقول يلخص حبيبي الparagraph الاول في جملة واحدة طبعا في الparagraph الاول حبيبي كان بيكلم لي عن المستشفى اللي موجودة في الهند و بيروح فيها ناس كتير او مزدحمة جدا لان ناس كتير بتروح معها قريبهم المريض يبقى اذا اقول there is a busy hospital in india where a lot of people يعنى يعنى اللي فيها كثير من الناس go بيذهبوا with the unwill relative relative يعنى اللي فيها ناس كتير حبابي بيروحوا مع صدقهم او قريبهم المريض تعالوا يا الله حبابين يشوف سؤال الترتيب عندنا this hospital sick many people اكيدا عايز اقول ان المستشفى يدي بتعالج ناس كتير مرضه يبقى اذا اقول this hospital يعنى هذه المستشفى treats يعنى بتعالج many sick people يعنى بتعالج ناس كتير طب تعالج نشوف number two visit their everyday they friend sick طبعا عايز اقول ان هما بيزوروا صدقهم المريض كل يوم يبقى اذا اقول they visit their sick friend every day number three learns how she injections to give يبقى اذا اقولها بتتعلم كيف تعطي الحقن فاذا اقول she learns يعنى هي بتتعلم how to give injections يعنى يا حبابي بتتعلم ازاي تعطي الحقن طب تعال نشوف number four in or the how india hospitals طبعا عايز اقول كيف حال المستشفى او المستشفى او المستشفىات في الهند فاذا اقول how are the hospitals in india يعنى كيف حال المستشفىات في الهند وحطوا بتاعتي تعالوا حبابي يلا نشوف سؤال الترقيم number one بقول which country is this hospital in طبعا which حبابي هتبقى W capital لانها في اول الكلام country طبعا ما فيهاش اي حاجة is برضو ما فيهاش حاجة this hospital in in وحط في الاخر ال question mark لاني ده سؤال some people learn how to change bandages طبعا الاس بتاع some capital عشان في اول الكلام people learn how to change bandages يعني ازاي يغيروا الدماغات وفي الاخر حبابي فلسطاب لاني ده جملة عادية تعال يلا حبابي نشوف سؤال الparagraph بتاعنا واللي بيكلم لي عن special hospital special hospital يعني مستشفى مميزة وطبعا اكيد هنتكلم عن المستشفى المميزة او الخاصة اللي موجودة في الهند ومديني بعض الكلمات اللي استعانى بيها شكل كلمة treat يعني عاجلك وعندنا كلمة crowded يعني مزدحم طبعا حبيبي اكيد حقول يوجد مستشفى حبدأ بيوجد مستشفى مميزة في الهند يبقى ازا نحاول كده there is a special hospital in India يعني في مستشفى مميزة او مخصوصة حبيبي في الهند طبعا عايز اقول المستشفى دي دايما مزدحمة بحقول this hospital يعني المستشفى دي is always crowded is always crowded يعني المستشفى دي حبيبي دايما مزدحمة ولنبدي السبب حقول because because لان many people go with their on will relative يعني ناس بيروحوا مع قربهم التعبان طبعا قلنا المميز بقى في المستشفى دي ان طاقم العمل بيحول الطرق الفصول فاكيد هقول the stuff change the corridors into classes طب بيعملوا ايه؟ طبعا قلنا they teach the family members يعني بيسعدوا عضاء الأسرة to give change bondages and give injections يعني بيعلموهم ازاي يغيروا الدمضات وكمان يعطوا حؤن طبعا وده بيساعد المرضى لما بيرجعوا البيت يبعيزا هقول this هزا يعني يعني بيساعد المرضى when they go هم لما بيرجعوا البيت عشان كده بنقول ان دي فكرة مميزة يعني دي فكرة مميزة يعني دي فكرة مميزة طبعا بيرجعوا بسيط وسهل واقدر اكتبه عن مستشفى مميزة موجودة في الهند وتلخيص لكلام اللي احنا قلناه كله عن المستشفى دي thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة لما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله شاير لكل زمالك عشان لكل يستفيد good bye السلام عليكم